طيب بما أننا تطرقنا لاجتماع مجلس الوزراء النهاردة خليني أقف مع حضراتكم عند موضوعين كمان تم الحديث عنهم النهاردة في مجلس الوزراء النهاردة دكتور مرصفى مدبولي أكد خلال اجتماع الحكومة أنه تم الانتقال بالكامل على مشتوى مجلس الوزراء للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة وبالمناسبة يعني بالشيء يذكر أنه اجتماع مجلس الوزراء النهاردة كان في العاصمة الإدارية الجديدة ويمكن في إطار موضوع أنه العمل هنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة أشار الدكتور مدبولي إلى قيامه بزيارة وزارتين النقل والإسكان الأخيرة وانتقلت الوزارتين دول بالكامل إلى العاصمة الإدارية وتباعاً هيكون في زيارات لعدد من الوزارات الأخرى المنتقلة خلال الفترة القادمة وفي ضوء ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة انتهاء انتقال باقي الوزارات وأشار إلى أنه سيتم خلال أيام تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين اللي تقدموا للحصول عليها في مدينة بدر كمان في اجتماع الحكومة النهاردة استعرض مجلس الوزراء المقترحات الخاصة بتطبيق نظام العمل عن بعد لبعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل في هذا الإطار تم الإشارة إلى أنه سيتم التشغيل التجريبي لهذا النظام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هذه الفترة التجريبية هتبقى لمدة ستة أشهر ثم يتم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لهذا النظام لاحقا على مجلس الوزراء ويتم تقييمه عشان يتم اعتماد العمل به أو عدم العمل به خلال الفترة القادمة هو هنا بس برضو من الأسئلة المطروحة في تطبيق هذا النظام ولا بشكل تدريبي على مؤسستين هو ما الهدف؟ يعني العمل عن بعد وأنه يكون موجود لبعض العاملين في الجهاز الإداري للدولة ده شيء يبدو أنه هو جيد لكن إيه المستهدف منه؟ إيه المستهدف أنه يتحقق من خلاله؟ ده برضو ما كانش فيه معلومات بشأنه وننتظر صدور يعني بيان تفصيلي أيضا في هذا الإطار موسيقى